ازايكم واهلا بيكم في الدرس التاسع من دروس تعليم الفلوت للمبتدئين الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن ازاي نسخن للتمرين ونلعب نغمات طويلة وشوفنا كمان ازاي نلعب كل النغمات اللي موجودة في الفلوت بتاعنا او في المدى اللي احنا بنلعبه عادة في الفلوت الدرس بتاعي النهاردة اول حاجة حنجاوب على سؤال عن النغمات الغليظة في الفلوت زي الدو والدو ديز او الري اللي في اخر المدى بتاع الفلوت من اسفل النغمات دي بتبقى اصعب شوية ان هي تطلع فحنتكلم عن النغمات دي شوية اول يمكن الري او ري ديز كمان وبقى معنا ري ودو ديز ودو النغمات دي بيبقى صعب على المبتدئين ان هما يطلعوها اكتر من النغمات اللي فوقها بشوية عشان كده هنقول شوية نصايح ازاي احنا نخلي صوت النغمات دي يطلع ويطلع كمان كويس طيب علشان ننفخ للنغمات الغليظة خلونا نتعامل مع الدو بما ان هي اخر النغمة معانا في الفلوت فاحنا اللي هنلعبه ده كله دو علشان الدو اللي في الاخر الفلوت دي تطلع معي انا محتاج شوية حاجات اول حاجة انا محتاج انفخ براحة النفخ براحة هنا محتاج نفس هادي ومحتاج تحكم في النفس بتاعي انا حمسك المسكة بتاعة الدو وحنفخ الهوى بسرعة شوية الصوت هنا محتار بين الدو والصل والدو اللي فوقها فانا محتاج ان انا اخلي الهوى اللي انا بنفخه يبقى هوى قطق من كده شوية في حاجة كمان بتخلي الموضوع ده يسبب مشاكل ان انا احيانا وانا عايز العب الدو بحسها مش طلع فبتوتر شوية او بابقى عايزها تطلع او بحاول اخليها تطلع فما بقاش متحكم في النفس بتاعي بشكل كويس باول حاجة ان انا محتاج الهوى يخرج بسرعة بطيقة ويبقى النفس بتاعي نفس مرتاح مفهوش قوة مفهوش توتر تاني نصيحة ممكن تساعد في اننا نطلع النغمات دي بشكل كويس وكمان علشان الهوى بتاعنا يطلع بهدوء وبراحة ويجيب الزاوية اللي هو المفهوض يخرج فيها صح فاحنا ممكن نملبقنا بالهوى سننا قبل ما ننفخه في العادة واحنا بننفخ في الفلود في معظم النغمات التانية احنا بننفخ الهوى على طول من الجوف او من الصدر بيطلع مباشر في الآلة اكيد انتو شفتوا المشهد ده الناس اللي بتلعب مزمار مثلا بيبقى بقوة مليان هوا احنا مش هنوصل اكيد لمرحلة شبه كده بس نحاول نخلي فيه سنة هوا في بقنا قبل ما نطلعوا برا الموضوع ده هيساعدنا ان احنا نطلع الهوى ده براحة مايبقاش مصدره المباشر هو النفخ اللي احنا بننفخه بيه والقوة اللي احنا بنديهاله هيبقى الوضع حاجة شبه كده انا مش باين في جوقي دلوقتي انه هو منفوخ انما انا بحاول اخلي فيه مساحة في جوقي فيها سنة هوا مش كبيرة لدرجة ان هي تنفخ الموضوع كده ويباني بس سنة الهوا ده بتخلينا تحكم في الهوا اللي طالع بشكل كويس ثالث نصيحة علشان نطلع النغمات دي بطريقة كويسة هو ان احنا في العادة لما منيجي ننفخ في الفلوت بيبقى شكل الشفتين زي ما تكلمنا في الدروس الاولانية بيبقوا مجدودين للجنب كده شوية لكني فيه ابتسامة خفيفة طيب احيانا الوضع ده ما بيبقاش مريح علشان يطلع النغمات الغليظة زي الدو والدو ديز فعلشان النغمات دي تطلع فيه حل ممكن نلجأ له ممكن لو طلعت بالوضع العادي للشفتين ده يبقى احسن انما ممكن نلجأ الى ان احنا نغير الوضع ده وبدل من شد طرفين دول للجنب كده هنشدهم لتحت شوية كأنه يبقى عامل زي الوش او الاموجي اللي هو مش مبسوط او حزين شوية فحيبقى وضع الشفتين بتاعنا كده الوضعية دي لما افتح سفتي معها وانا شادت دول لتحت ده بيسهل ان الهوى يخرج في الزاوية المزبوطة ويخرج بسرعة اقل علشان يجيب النغمات اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني ممكن نجرب مثلا الوضعية اللي احنا بنوصفها دي الوضع اللي انتو شفتو ده بيبقى اسهل بالنسبة للمبتدئين لكن لو النغمات دي ايدي تتوصلها بالوضع العادي للشفتين عندك اللي احنا بدأنا بيه من الاول فده حيبقى رياح لك وافضل فاحنا كده قلنا ثلاث حاجات علشان نخلي النغمات دي تطلع وتطلع بشكل احسن اول حاجة لازم النفس بتاعي يبقى هادي وابقى متحكم فيه ما يبقاش فيه توطر ثاني حاجة ان انا ممكن اكور او ادور بققي او اسيب فيه شوية هوا صغيرين علشان اتحكم احسن في الهوا اللي خارج ثالث حاجة ان انا ممكن حالة الضرورة لو ما طلعتش النغمة دي ان انا استخدم الوضع المختلف ده للشفتين طيب علشان نتمرن ونحسن الحاجات دي ومنتوهش وسط النصايح والافكار ويبقى مخك بيفكر في كذا حاجة وانت بتعزف افضل طريقة علشان تخلي الحاجات دي تجيب نتيجة معك ان احنا هنلجأ للنغمات الطويلة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان النغمات الطويلة دي هي الوسيلة اللي بتحسلي الصوت بتاعي فلو انا عندي نغمة زي الدوء او الدوديز نحسن صوتها مش طالع مش طالع كويس فالحل ان انا العب نغمات طويلة طيب افرض انا بدأت النغمة والصوت مش طالع يعني انا بدأت انفخ وما فيش صوت طالع فالمفروض انا اعدل من طريقة النفخ بتاعتي ومن سرعة الهوى ومن وضع الشفتين لحد ما لاقي ان الصوت اللي انا عايزه طالع لما لاقي الصوت طالع مطلش نفخ لا اتني مواظب على الصوت ده اطول مدة اقدر عليها وبعدين ارجع العب النغمة تاني لحد ما اوصل للصوت المظبوط وتني محافظ عليه اطول مدة في امكاني الموضوع ده هيخلي كل العضلات اللي في جسمي من اول الشفتين لحد اللسان لحد العضلات اللي بتتحكم في خروج الهوى كل العضلات دي هتتبرمج وتتعود على الوضعية الصحيحة لخروج النغمة دي وبالتالي يوم ورا يوم لما اتواظب على التمرين النغمات الطويلة ده هتلاقي نفسك بتطلع النغمة اللي انت عايزها بصوت كويس من غير ما اتفكر هنعمل تجربة للموضوع ده ده دلوقتي انا هنفخ باشكال مش المفوضة ان هي اطلع الدول مظبوطة هحاول اعدل في نفختي لحد ما النغمة احس ان هي وصلت لصوت كويس وبعدين اسيب الصوت ده وحاول ازوده واكبره من غير ما يخرج مني عن النغمة الصحيحة لو لاحظتم دلوقتي او خدت بالكم اذا كان باين في الفيديو ان انا في اول ما لعت الصوت النغمة ما كانش يطالع صح وان انا بعد ثواني قليلة غيرت الرسمة بتاعة الشفايف لحد ما وصلت للصوت المظبوط تعالوا نجرب الحكاية دي كمان مرة المرة دي انا بدأت الصوت طلع مظبوط ازودت علشان اكتشف كاني بحسس انا فين دلوقتي فلما زودت ان صوت النغمة ما بقاش الصوت الصح اللي انا عايزه فحاولت اعدل تاني لحد ما وصل للصوت المظبوط واتني العب الصوت المظبوط ده بنغمة طويلة دي كانت اخر حاجة في الدرس النهاردة بابقى سعيد دايما لو ديكم اسئلة او استفسارات تسيبوها في التعليقات الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في التمرين برضو هي استخدام الميترونوم والحد ما اشوفكم في الدرس ده باي باي اشتركوا في القناة